موسيقى 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 هياكم الله مجددا في أهله اليوم من الموضوعات المهمة التي تشغل بال كثير من الناس المعلومات البيانات الخاصة الصور الفيديوهات سواء الموجودة على هواتفنا وأجهزتنا أو اللي شاركناها في الانترنت في أي عمليات داخل الانترنت إلى أي مدى هي آمنة الشيء الآخر أنه نسمع اليوم عن سوق بيانات كبير جدا على مستوى العالم موجود لبيع البيانات اللي جالسين نستخدمها في الانترنت وهذا أصبح مدخل لبعض عمليات الاحتيال المالي اللي تحصل على مستوى العالم أيضا إلى أي مدى هذا الموضوع صحيح وحقيقي من عدمه سنبحث هذا الموضوع بشكل تقني كامل يبين المخاطر ويبين أيضا الطرق السليمة اللي ممكن نتبعها حتى لا تتسرب بياناتنا مع ضيف الكريم الذي ينضم إليه هنا في الاستيديو الخبير التقني الأستاذ عبد العزيز الحمادي أستاذ عبد العزيز مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج سأل نور حياك الله خلني أخذك كده بالسؤال بشكله الأولي اليوم البيانات الموجودة على النت بما فيها صور فيديوهات بيانات شخصية وفيه هواتفنا آمنة تماما ولا معرضة للخطر في أي لحظة طبعا خلنا نبني على قاعدة أساسية ما دام هناك اتصال بإنترنت فلا يوجد أمان تماما نهائيا ما دام هناك التصال في الإنترنت فهناك وصول لهذه المعلومة سواء كان وصول سهل أو وصول شبه يعني سهل أو وصول صعب الوصول لهذه المعلومة قد يكون عن طريق أفراد أو قد يكون عن طريق الشركات أو قد يكون عن طريق حكومات تدير مثل هذه الشركات التقنية على مستوى العالم فلذلك لا نستطيع القول أنه معلوماتنا على شبكة الإنترنت أي أن كان مثلا نخزن صورنا في سناب شات ولا نخزن بياناتنا هامة في جوجل درايف ولا في وين درايف ولا غيره من الشبكات التخزين السحابي أنها آمنة تماما بل هي معرضة للاختراق أو معرضة للاستخدام بطريقة أو بأخرى من قبل أطراف ثالثة هي من تدير مثل هذه البيانات هذا كلام في غاية الخطورة طيب في طريقة لتأمينها ولا لا طبعا لا يعني في الطريقة الأولى هو أن تكون قابل للاختراق نعم هناك لزيادة صعوبة الوصول لمثل هذه البيانات فمثلا إذا كنت أملك بيانات اليوم موجودة مثلا في سناب شات أو موجودة في أي شبكة أخرى أستطيع أن أقوم بوضع رقم سري صعب أو نقوم بوضع التحقق من خطوتين أن أقوم بربطها بجوالي وغيره لكن من الطرف الثالث لا نستطيع في النهاية هناك أنظمة وهناك قوانين وهناك شركات تستفيد من هذه البيانات هي لا تقدم مثل هذه الخدمة مجانا بل نحن في النهاية مثل ما يقال ما دامت الخدمة تقدم مجانا فأنت السلعة لهذه الخدمة وش الطرف الثالث؟ الطرف الثالث قد يكون الشركات المقدمة لهذه الخدمة لحظة الحين الطرف الأول والثاني اللي هو تطبيق التواصل والمستخدم المستخدم نعم وش الثالث؟ الطرف الثالث قد يكون هو من يشتري مثل هذه البيانات من هذه الشركة ومن هذا التطبيق على سبيل المثال يعني شركة فيسبوك شركة كبيرة جدا لا تملك أي جهاز لا تملك أي خدمة يستخدمها آلاف الناس بشكل مدفوع تقوم ببيع بيانات المستخدمين هي تقول عن هذا الأمر لشركات الإعلانية حتى تستهدف مثل هذه الشركات هؤلاء الأشخاص على ذلك فقص الشركات الكبيرة تستطيع الدخول وقد صرحت كثير من الشركات مثل منها جوجل ومنها شركات كبيرة في أمريكا أنها لديها بوابات خلفية تستطيع الدخول على البيانات الخاصة بالمستخدمين في حال تم الطلب منها من قبل أي طرف وهم يقصدون بهذه الأطراف قد تكون الحكومات الغربية التي تدير مثل هذه الشركات هذا الشيء الذي يسوونه نظامي؟ نعم نظامي لأنه يوافق الشخص على استخدام هذه الخدمة التي يوافق على الاشتراطات الخاصة بها المستخدم قبل التسجيل وهي تقول أن البيانات الخاصة بهذا الشخص سيكون لدى الشركة الحق الاستفادة منها في أي وقت تريدها طيب وش المواقع أو التطبيقات اللي عندها هذه الاتفاقيات مع الشركات؟ فيسبوك وذكرته جوجل وذكرته كل الشركات التقنية سناب شات من ضمنها؟ كل الشركات حتى سناب شات تويتر كل الشركات التقنية التكتوك كل الشركات التقنية بما فيها ميكروسوفت بما فيها أبل بما فيها جوجل بما فيها لديهم بوابات خلفية في حال تم الطلب منهم سيقومون باستخدامها وأقرأ مثال لذلك ما حدث السنة الماضية في جلسة الحكومة الأمريكية مع الشركات التقنية تم قولها بكل صراحة من أن هذه الشركات تملك بوابات خلفية في حال تم طلب هذه المعلومات سيتم تزويدها طيب الآن السيد عبد العزيز الآن الأشياء المتفق عليها في البوابات الخلفية اللي تقولها اللي هي موضوع إيش الاهتمامات إيش المواقع اللي تدخلها عشان الإعلان ولا لا يشمل كل شيء بما فيها الصور المحادثات الخاصة الفيديوهات وغيرها طيب ممكن نقسمها لمسارين مسار الأول ما ذكرت واللي هو ما يتعلق بإعادة توجيه الإعلانات على حسب شريحة المستخدمين فإذا كنت أنا مثلا على سبيل المثال وفضل الملابس اللي لونها سوداء وفضل الأكل النوع الكذا وغيره هذه تعتبر سلعة ثمينة للشركات الإعلانية فتأتي جوجل والميكروسوفت والأبل والغيره فتقوم بأخذ هذه المعلومات التي تعتبر ذهب أبيض وتبيعها بسعر عالي جدا للشركات الإعلانية التي تقوم باستهدافي بناء على ذوقي بناء على نمط حياة اليومية وغيره فهذا عبارة عن نوع من البيانات التي يتم تسريبها أو يتم بيعها إن كان صاحب تعبير للشركات ونوع آخر من البيانات التي يتم الاستفادة منها كل ما ذكرته الصور الملفات وغيره هذه لا يعني في حين أنا إذا قمت بتخزينها في جوجل درايف أو في وين درايف أو في دروب بوكس أنها أنا من يملك الدخول الوحيد لها لا هناك أطراف ثالثة تستطيع الدخول في أي وقت فعلى سبيل المثال إذا أرادت الحكومة الأمريكية الدخول على أي حساب من هذه الحسابات تستطيع الدخول بشكل مباشر يعني إذا أرادت شركة جوجل أو شركة أخرى الدخول على هذه الحسابات تستطيع الدخول بشكل مباشر وقد قيل العام الماضي علانية أمام الإعلام هذا الأمر من أن الشركات تستطيع الدخول بشكل مباشر إلى هذه الملفات وهذه البيانات بشكل سهل ويسير وبالتالي أنه كل ما يمارس داخل موقع التواصل يمكن الدخول عليه نعم صور خاصة محادثات خاصة فيديوهات كل شيء تماما بل هناك أخطر من هذا الأمر وهو وهو برامج الطرف الثالث فأنا إذا كنت أستخدم على سبيل المثال اليوم خدمة جوجل درايف أخزم فيها جميع أنواع الصور قد تأتي لي خدمة أنا أريد خدمة معينة لتكوين ملفات البيدي إف من الصور أي إذا قمت فقط بضغط زر واحدة لهذه الخدمة أنا أقوم بتنصيبها مثلا في جوجل درايف وعلى ذلك فقص أي خدمة تخزين سحابي أو حتى تويتر أو غيرهم من شبكات التواصل الاجتماعي تستطيع هذه الخدمة الوصول إلى جميع الملفات الخاصة بالشخص دون يعني أخذ إذن لكل ملف بمجرد ضغط زر واحدة جميع هذه الملفات أخذت نسخة منها إلى هذه الخدمة الإلكترونية التي لا يعلم من خلفها أو لا يعلم من يديرها أنا أضرب بكم مثال آخر كذلك أي كلاود من ضمنها منها أي كلاود كذلك جميع خدمات التخزين السحابي اليوم قامت بإضافة خدمة إلكترونية التي هي أطراف الثالثة أو برامج الطرف الثالث حتى تيسر المطورين أن يقوموا بتكوين أو تصميم برامج تزيد من فائدة المستخدم لإستخدام هذه الخدمة منها مثلا مثل ما ذكرت بناء ملفات البيديف أو دعنا نجيب خدمة أخرى خدمة أنا أقوم بالتعديل على ملفات البيديف أو التعديل على الصور أدخل على جوجل درايف في مكتبة كاملة أقوم بتحميل أي خدمة من هذه الخدمات هذه الخدمة بمجرد أن أقوم بتنصيبها تستطيع الوصول على جميع الملفات الموجودة لدي كثير من المستخدمين لا يعرفون هذا الأمر نهائيا وعلى ذلك فقط سألت طيب الآن يطلع لك تحذير بهذا الشأن أو اتفاقية أنت توافق عليها نعم نعم يأتيك أن هذه الخدمة قادرة على أنها تفعل كذا 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 لكن كثير من الناس لا يعي هذا الأمر أو يشعر أو يظن أنه فقط الملف الذي يريد التعديله لا يعلم أنه جميع الملفات الموجودة في الخدمة التخزين السحابي الخاصة به وفي شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به تستطيع هذه التطبيق لصولها طيب وش الحل في الطريقة هذه هو أنا ما أقدر أني ما أستخدم الخدمة لأني أبغاها وفي نفس الوقت من الصعوبة أني أحذف كل ملفاتي أيضا لأني أحتاج تخزينها نأتي هنا لمجال يعني ما لا يسع الشخص فعليا جهله في الناحية المعرفية الأمنية بمعنى إذا احتجت استخدمها بإمكانك تكوين خدمة تخزين السحابي أخرى ومثل وضع الملفات غير الخاصة أو التي تستطيع فعلا مشاركتها مع أي طرف ثالث واستخدام البرامج الطرف الثالث بشكل خاصة خاصة إذا أتحت أي خدمة إلكترونية للدخول ستستطيع الوصول لجميع الملفات حتى ولو كان عندك عشرات الآلاف من الصور تستطيع هذه الخدمة للطلاع عليها بل ونسخها في خدمات التخزين السحابي الخاصة بهم أنا قلت لك في البداية أنه كلام خطر والحين صرنا في غاية الخطورة بصراحة بل هناك أخطر من هذا الأمر بعض البرامج التي يستخدمها كثير من الناس وانتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير مثلا تصوير الوجه الذي يجعل الشخص صغير سن أو كبير سن أو غيره هذه البرامج تقوم بالتصوير ومن ثم تأخذ هذه الصورة وتخزينها في السرفالات الخاصة بها العجيب أنه من الاشتراطات هذه الخدمة أنها تملك صورك فأنت إذا قمت بتصوير وجهك حتى يعني كبره ولا يصغره ولا يعدله أي أن كان هي من تملك حق هذه الصورة كثير من النساء على سبيل المثال يصورون الوجه ولا يريدون صور الانتشار لكن قد يأتي بعد سنة سنتين تجد الصور هذه موجودة في شبكات تواصل الاجتماعي بل قد يهتم بيعها في السوق السوداء حتى لو شاركوها بشكل خاص نعم يعني ما انتشرت على حساباتهم أو ما ظهرت أو شيء حتى لو كان فقط عن طريق التطبيق أنا أتكلم اليوم على رسالة خاصة في السنابشات مثلا أبرضو ممكن تستخدم وتبقى محفوظة عن طريق السنابشات قد يتم استخدام بعض الفلاتر التي فعليا قد يتم نشرها دون شعور المسلم لا 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 كده بشكل مباشر صورة على الخاص مثلا في السنابشات في محادثة غير محفوظة يعني أصلا المحادثة اختفت بعد عشر ثواني هذه البيانات تظل محفوظة نعم تظل محفوظة وتظل موجودة عند سيرفرات سنابشات ولو لقد الله تم اختراق مستقبل سنابشات ولا غيره سيتم تسري مثل هذه البيانات كلام في غاية وما يقال أنه تم حذفها من سيرفرات الشركات غير صحيح تسمح لي أخذ فاصل ومكمل فاصل ومكملين معكم حياك بالله مجددا في أهلاء ضيفي الأستاذ عبد العزيز الحمادي والحديث عن خصوصية البيانات اليوم رح فيك مجددا ساب العزيز طيب اليوم إحنا جالسين نسمع على سوق البيانات الأخرى خلق من الصور الفيديوهات تكلمنا علىها الحسابات البنكية وغيرها المحفوظة في أجهزة الجوال اليوم اللي محفوظة ما تم مشاركتها لكن محفوظة اليوم في الجوال أنا حافظ رقم حسابي هذا يمكن الوصول لها ولا لا إذا كانت متصلة بالإنترنت بمعنى أنه مخزنة مثلا في آي كلاود في الفايلز نعم قابلة للوصول خاصة إذا كان الشخص لا يعرف يعني أولويات أو أبجديات الأمن يعني ما يشارك مثلا حسابي مع شخص آخر وغيره هذا من ناحية الوصول من قبل المستخدمين الوصول من قبل الشركة بطبيعة حال تستطيع الوصول مثل ما ذكرنا وهذا مبدأ أساسي شركات تستطيع الوصول لأي حساب بشكل سهل وسريع لكن نحن نتكلم إذا كان بياناتك البنكية مخزنة في الآي كلاود على سبيل المثال نعم إذا هناك حساب آخر متصل بالآي كلاود نفسه تجد جميع البيانات موجودة في الجوال الآخر بطريقة تلقائية طيب برضو على نفس الحكاية بياناتك البنكية أو بطاقاتك البنكية التي تشتري منها عن طريق الأونلاين اليوم أنت دخلت على متجر معين وشريت سلعة وحاسبت بالبطاقة يعني دخلت كل البيانات وتمت عملية الشراء بشكل صحيح بياناتك هذه تزول بعد عملية الشراء وتنتهي إذا ما حفظتها ولا ولا الموقع يظل حافظها في كل الأحوال طبعا هناك نوع من المواقع المواقع الآمنة الأصل لا يتم حفظ هذه البيانات إلا بعد موافقة المستخدم فهذه يعني واحد اثنين إذا كان هناك بعض المواقع غير الآمنة أو المواقع الوهمية لذلك إذا كان الشخص فعلا لديه بطاقة وخاصة إذا كانت مربوطة بحسابه البنكي الأساسي يجب عليه الحذر لأنه قد يكون دخل على موقع لا يعرفه وقام بإدخال هذه البيانات بيانات البطاقة ومن ثم أتاح الوصول إلى حسابه البنكي لجهة لا يعرفها فأخذت البيانات البطاقة البنكية ومن ثم يستطيعون شراء ما يريدون بها فنأتي إذا ضربنا مثال أنه المواقع الشهيرة على مستوى المملكة يستطيع الواحد الشراء فيها بشكل آمن لكن المواقع الوهمية والمواقع غير معروفة لا لحظة يستطيع الشراء فيها بشكل آمن وبياناته ما رح تظل محفوظة لأنه أنا سبق وسمعت معلومة أنه طالما أدخلت بيانات بطاقتك في شراء حتى في المواقع الآمنة فهي تظل موجودة البيانات ويمكن استخدامها هذا صحيح ولا لا لذلك أن ذكرت عندما في المملكة المواقع تعتبر آمنة إي آمنة لأن الموقع صحيح ولأن عملية الشراء صحيحة لكن البيانات تبقى ويمكن الوصول لها ولا لا لا تبقى إلا إذا قام بالسماع بتخزين البطاقة لأن تخزين البطاقات في المواقع السعودية لديها مستوى عالي جدا من الاشتراطات التي فرضتها البنك المركزي والمدفوعات السعودية وغيره فلذلك لا يتم الحفاظ بها إلا إذا وافق عليها المستخدم لأنها مربوطة مباشرة ببوابة الدفع لدى البنك فهي تخزين مفترض لدى البنك لكن إذا كان حفظ البطاقة هو وافق أن يحفظ البطاقة داخل الموقع فهنا قد تكون قابلة الاختراق إذا اخترق هذا الموقع إذا هو وافق إذا حفظت البطاقة داخل البنك وتم اختراق البنك نفسه لا لا إذا حفظت البطاقة في الموقع في الموقع ايه نعم إذا أنا دخلت الموقع واشتريت منه ومن ثم قلت احفظوا بطاقتي هنا عشان أستخدمها بعدين بسهولة عشان أستخدمها بعدين بسهولة نعم هنا إذا اخترق هذا الموقع قد تخترق البطاقة وتستخدم فلذلك أنت توصي أنه ما يصير في الحفظ الأفضل لا يستخدم طيب هذه أول نقطة مطمئنة في حلقتنا بما يخص الدفع داخل السعودية والحمد لله والله يزيده أمان إذا واحد اشترى من متجر برسعودية البيانات تبقى ولا تروح طبعا على حسب الموقع لكن غالبا قد نحن نأخذ أسوأ سيناريو أنه البيانات قد تبقى طيب اليوم بكل صراحة إذا عندك معلومة هل فعليا فيه السوق هذه اللي نسمع عنها أنه يجون مجموعة من الشركات من العصابات من الأفراد النصابين والمحتلين على مستوى العالم ويروحوا لموقع معين أو متجر معروف على مستوى العالم أنه يبيع ويدفعوا له مقابل علشان يأخذوا بيانات بنكية يساهمون فيها في عملية احتيالهم هذا الموضوع يصير بهذه الطريقة فعلا أو مبالغ فيه نعم بعض المواقع الإلكترونية قد تتواطى مع فعلا فئات مشبوهة وقد تبيعهم بحجة أنه تم الاختراق هذه البيانات هذا واحد الأمر الثاني أو قد يتم اختراق الموقع فعليا خاصة بعض المواقع لديها بنية تحتية أمنية ضعيفة جدا فقد يتم اختراق مثل هذه المواقع لذلك يفضل دائما لا تشتري من موقع لا تعرفه ببطاقة إلا مسبقة الدفع حتى أن تشحنها بمبلغ معين ومن ثم يسحب على قدر يعني السلعة إذا تم اختراقها لا قدر لا تستطيع إلغاءها ولن تتضرر ضرر كبير لكن كثير من الناس الأسف يروح يربط بطاقة الإتمانية الأساسية المربوطة بحسابه الجاري في مواقع لا يعرفها وفي دول أخرى ولا قدر الله حصل هناك اختراق تمسح بياناته سحبت من عشرات الآلاف بل ربما حتى مئات الآلاف لذلك هذه نقطة خطيرة جدا لا تتعاطى مع أي موقع خارج المملكة كأنك في موقع إلكتروني آمن داخل المملكة جميل طيب استعادة هذه المبالغ ممكن أو مستحيل؟ صعب جدا صعب أو مستحيل؟ في بعض الحالات مستحيل ولكن غالبا صعب صعب جدا طيب الجوالات اليوم اختراق الجوال نفسه الهاتف الطريقة المعروفة التي جالسين نسمع عنها أنه يأتي كود إذا أعطيتني رقم الكود يتم الاختراق بينما جالسين نشوف أنه في عملية اختراق تصير حتى بدون كود هذه كيف تصير؟ طبعا هذه الهندسة الاجتماعية وهندسة عكسية أنه شخص فعلا يتم اختراقه بطريقة أو بأخرى مثلا أنا قد ما أحتاج أن يوصلك الكود لأني أصلا اختراقت حسابك وقمت بتغيير رقم الجوال إلى رقم آخر وقمت بتفعيل يعني تقصد الرقم السري الرقم السري قمت بدخول على حسابك دون الحاجة أنت ممفعل تسجيل الدخول بخطوتين ومن ثم وضعت جوالي فأنا الآن دخلت على حسابك وصلني الكود أنا الخاص بالخدمة اللي قمت باستخدامها أما إذا كنت أنت مفعل طريقة الدخول بخطوتين وتصلني أنا رسالة قصيرة فيها الرمز لن يستطيع أحد اختراق رسالة قصيرة توصلني نهائيا إلا إذا كان مثل ما ذكرنا عن طريق أنك أنت قمت بتجويده بهذا الرقم يعني الأول طيب كيف نفسر استاذ عبد العزيز وجود عمليات الاحتيال والاختراق حتى مع وجود كل الأشياء الأمنة اللي ذكرتها تحقق بخطوتين إيميل موثوق ومضمون الكود وكلها ومع ذلك في تطوير في أساليب المحتالين وجالس تصير احتيالات واختراقات وإش تفسيرها التقنية؟ تفسيرها التقنية أنه يعني أول شيء الجاهل كبير جدا للمستخدم فنجد أنه لم يشارك الرقم السري ولكن قام بالدخول على أحد الأجهزة ومثل ترك الجهاز الحساب الخاص فيه مفتوح هذه طريقة الطريقة الثانية هو قام بدخول على موقع إلكتروني مثلا استقدام خادماته دخلوا ودخل جميع بياناته بما فيها أن واحدة من الأرقام اللي أدخلها أنه فيه رسالة قصيرة وصلته الرسالة القصيرة ما وصلته من هذه الخدمة وصلته من حسابه البنكية ولكن لم يقرأ من وين وصلته الرسالة مكون أربع أرقام قام بيدخالها في الطرف الثالث في الطرف الآخر شخص آخر يقوم بالدخول على حسابه البنكية وحصلت كثير من هذه القضايا أيها لكن موقع الاستقدام هذا الاستقدام موقع صحيح أو مزور مزور موقع مزور وقد تكون هناك بعض المواقع الصحيحة التي تم اختراقها وهناك أطراف أخرى هم من يديرون هذه الخدمة أو يديرون هالموقع في فترة زمنية خلالها الشخص جالس يتفاعل معهم لا لحظة هذه نقطة مثيرة جدا الآن ممكن يكون موقع صحيح ما هو مزور والموقع مخترق أثناء طلبك للخدمة تصير هذه ونت تتعامل معه على أنه الموقع صحيح نعم طب كيف أتأكد؟ تتأكد من الرسالة القصيرة من وين وصلتك فأنا إذا قمت بالدخول على متجر إلكتروني وطلبني معلومات المتجر إلكتروني أنا أعرفها وقمت بإدخالها للبنات فجأة وصلتني رسالة كثير من الناس لا يقرأ الرسالة والحمد لله اليوم البنك المركزي والجهات المالية في المملكة بدأت توضح الرسائل القصيرة بتفصيل من الذي أرسل الرسالة نوع الخدمة التي تريدها من هذه الرسالة والرقم فأنت قبل أن تقوم بإدخال الرقم في الموقع تأكد رسالة مرسلة من من؟ ربما من المصرف وأنت قلت بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجر الإلكتروني لا تعتمد على الإشعار الذي يأتي دخل على الرسالة ودخل على الرسالة وقرأ تفاصيلها طيب كيف تكتشف أن الرسالة مهي من البنك أو مهي من الموقع؟ اسم المرسل نوع الخدمة الإلكترونية التي تحتاج تصريف مثلا أنا أريد شراء سلعة معينة ولكن الخدمة الإلكترونية تحوي المبلغ مالي هناك فيه عدم توائم ما بين الخدمة وما بين الرسالة فلذلك شيء مشبوه والله بصراحة مجموعة تنبيهات يعني على قدر ما هي مخيفة بس مهمة جدا علشان الواحد يعي قبل ما أختم معك أريد أن أخذ منك مجموعة رسائل أو نصائح اليوم للمحافظة على البيانات الخاصة والأشياء الخاصة الموجودة في الهواتف والإنترنت للمستخدمين وش تقولهم؟ طبعا أول أمر أي شيء خاص 100% لا تشاركه في الإنترنت ولا ترفعه على خدمات التخزين السحابي لأنه ما دام على خدمات التخزين السحابي فهو قابل للوصول حتى وإن كان بعد أشهر أو سنوات الأمر الثاني دائما فعل تسجيل الدخول بخطوتين واربطه بجوالك الشخصي الأمر الثالث لا تشارك يعني من لا تعرف أي نوع من أنواع البيانات حتى وإن كان هذا الشخص يدعي أنه من جهة حكومية أو من جهة مالية أو غيره الأمر الأخير دائما وآبدا أجهزتك الخاصة هي خاصة فيك لا تشاركها حتى مع أقرب الأقربين إليك بما فيهم والدك أو والدتك وأنا ذكرت المثالين لأنه أقرب الناس إلى الشخص ليش؟ إيش الفكرة؟ لأنه هذه الأجهزة حتى وإن كنت تذق فيهم أنت لا تذق فيه طريقة تعاملهم مع هذه البيانات فأنا أضرب لك مثال أحد الأشخاص لديه جهاز ولديه بيانات كثيرة خاصة فيه ولكن قام بربط مع والدته على نفس الآي كلاود في الآيفون تم اختراق والدته وبطريقة ما تم اختراقه بطريقة مباشرة فذهبت جميع عفوا تم سحب جميع بياناته جميع رسائله جميع صوره بطريقة مباشرة مع أنه هذا الشخص تقني طيب نقطة أخيرة اليوم في مواقع التواصل إجمالا أو في الجوال أو غيرها لو عندك بيانات أو صور خاصة أو غيرها وإنت حذفتها حذفا دخلت وحذفتها تماما من التطبيق أو غيره تحذف من السرفرات الرئيسة للتطبيق أو لا تظل متاحة للاستخدام غالبا ستبقى ستبقى نعم غالبا ستبقى لأنه هذا عبارة عن يعني السلعة الأساسية للشركات التقنية فلذلك لا تعول كثيرا على أنه البيانات سيتم حذفها من السرفرات الخاصة بالشركات الأم لأنها ستستخدمها بطريقة أو بأخرى في بيعها ومن ثم التكسب منها أستاذ عبد العزيز شكرا لك وشكرا لحضورك معنا فيها وياك أشكر كثيرا لأستاذ عبد العزيز الحمد هذه صراحة مجموعة من النصائح والتوجيهات المهمة جدا وأعتقد أنه نحتاج بين وقت وآخر مثل هذه التنبيهات المهمة ونحتاج أكثر أنه يعني نعي التعامل مع أنه اليوم أنا أشوف أنه فيه إشكالية في فكرة أنه كيف نحط وعي للتعامل في ظل الحاجة لهذا التعامل فالأمر شوي خطر وبحاجة إلى تنبيهات أكثر وأعتقد بحاجة إلى حماية أكبر من كل يعني المستخدمين الإنترنت اليوم كشركات وكمؤسسات شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل سمعون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة